وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي والقران أفضل لمن ساق الهدي أما أفضلها فالعلماء لهم في ذلك طرق فذب الإمام أحمد رحمه الله وقول عند الشافعي أن الأفضل في الأنساك التمتع أن الأفضل في الأنساك التمتع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو استقبلت من أمري مستدبرد لجعلتها عمرا ولأنه أمر به أصحابه ولأنه الأكثر عملا وقال الإمام مالك والشافعي الأفضل الإفراد لأنه يفرد الحج بعمل ولأنه الذي ذكره الله في كتابه ولأنه حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة الأفضل القران وعلة ذلك قال إنه حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذكره الله في كتابه في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن سيسر من الهدي وكل الأدلبي دلوه من حيث الاستدلال وصح الأقوال في هذه المسألة أن الأفضل في أنساك الحج والعمرة أن أفضل الأنساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي أما من أتى بالهدي معه من خارج الحرم فالأفضل له القران وقد ذكر بعض أهل العلم أن من أفرد العمرة بسفر في أشهر الحج والحج بسفر فإن الأفضل له الإفراد وحمل عليه ما جاء من تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما الإفراد على سعر الأنساك لألا يهجر البيت ويكون قد خص كل نسك بسفر وذكر ذلك عن الأئمة الأربعة فمن أفرد العمرة بسفر والحج بسفر فالأفضل له الإفراد أما من أتى بسفر واحد فالأفضل له التمتع إن لم يكن قد ساق الهدي إن لم يكن قد ساق الهدي فإن كان قد ساق الهدي فالقران له أفضل وفي كل الأحوال كل أنواع الأنساك جائزة وإنما الخلاف في أيها أفضل